تنافذ الدولة بمدينة العبور الجديدة أكثر من 58 ألف وحدة سكنية مقسمة بين سكن لكل المصريين منخفض الدخل وكذلك إسكان اجتماعي ذي طابع حديث وسكن مصر إضافة إلى سكن بديل للعشوائيات غير الآمنة وقال وزير الإسكان عاصم الجزار أن ذلك يأتي ضمن خطط الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة مضيفا أن المخطط العام للمدينة يجتمل على مناطق للخدمات الإقليمية والصناعات غير الملوثة للبيئة وكذلك مسطحات خضراء ومفتوحة وأراد زراعية قائمة